حيث أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن الحرب في البلاد ستستمر ما لم يستجب لمطالب الجيش بالعودة إلى ما قبل مايو من العام الماضي وفي مؤتمر صحفي شدد البرهان على أن مخرجات منبر جدة هي الأساس لأي مفاوضات متعلقة بالحرب في البلاد مشيرا إلى أن المجلس يعمل على تشكيل حكومة مرحلية لقيادة الفترة الانتقالية مؤكدا أن الجيش في وضع جيد ولا يقبل مقايدة الخرطومي بالفاشر حسب تعبيره من بورت سودان ينضم إلينا الآن مراسل العربي وائل محمد الحسن تحياتي وائل سأبدأ معك بسؤال على المستوى السياسي وتصريحات البرهان وتأكيده الرفض للذهاب إلى جنيف نعم ديمة هذا المؤتمر الصحفي جاء لمحاولة توضيح وجهة نظر أو رؤية الحكومة والجيش في مقاطعة مفاوضات جنيف والتي كانت قبل عدة أيام وانتهت يوم أمس بعد أيام من التفاوض أو التناقش للميسرين على رأسهم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وسويسرا وأيضا الاتحاد الإفريقي والإمارات المتحدة ومصر الفريق البرهان تحدث على أنهم قاطعوا هذه المفاوضات لأنه يجب أن يكون الأساس لأي تفاوض قادم هو مخرجات مفاوضات جدة وأنهم لا يريدون الذهاب إلى مفاوضات يتم فيها الإشادة بقوات الدعم السريع وأيضا أنه يجب التأكيد على تنفيذ مخرجات جدة والتي كانت دائما الجيش والحكومة تشددان عليها أيضا وضح البرهان امتناع الحكومة في إرسال وفد من الجيش إلى القاهرة وقال إن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية كانت في إرسال وفد للجيش فقط ولكن هم رأوا أن يتم إرسال وفد يمثل الحكومة أيضا تحدث البرهان على أن الجيش في وضع جيد مقارنة بالشهور الماضية أو عند اندلاع الحرب وقال أن أي مفاوضات قادمة لا بد أن تكون مبنية على مفاوضات جدة وبالتالي لم يغلق البرهان الباب أمام مفاوضات قادمة بين قوات الدعم السريع ولكنه أشار إلى أنهم لن يقبلوا بوجود الدعم السريع في مستقبل السودان وأن الشعب السوداني لن يقبل بوجود الدعم السريع أيضا أوضح أنهم لن يضعوا البندقية إلا بعد أن يتم القضاء على هذا التمرد أيضا البرهان أشار إلى نقطة مهمة جدا وعلىها كثير من المراقبين السودانيين وهي تشكيل حكومة تكنقراط حيث أشار إلى أن الأيام القادمة هم سوف يقومون بتشكيل حكومة تكون من أولوياتها تحسين المعيشة بالنسبة للسودانيين والسريعا على الصعيد الميداني بموازات هذه التطورات السياسية ما الذي يجري؟ على الصعيد الميداني ديمة هناك هدوء حاضر في غالب المحاور القتالية المختلفة ولكن هناك مصادر تحدثت على أن المضادات الأرضية التابعة للجيش في ولاية النيل الأبيض تحديدا في مدينة كنانا قد أسقطت مسيرتين انتحاريتين للدعم السريع وقالت المصادر أن المسيرتين عندما سقطا لم تحدث أي أضرار مادية أو أي أضرار أخرى أما بقية المحاور فالهدوء الحاضر يسود جميعها عدى الانتهاكات التي تقوم بها قوات الدعم السريع في عدد من القرى في ولاية الجزيرة وأيضا في ولاية النيل الأبيض شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من بورتودان مراسل العربي وائل محمد الحسن